المسألة تشارع عقاري دي في الغلبية العظمى هتبص عليها باعتبار أنه ده هيصب فيه مصلحة المالك اللي هو الفرد اللي مالك البيت مالك شقة مالك أرض إلى خيره لكن هل يصب هذا القانون وهذه اللائحة وهذه التيسيرات والتفارات فيه مصلحة صناعة العقار بشكل عام شوف هندب احنا اللي بنا نتكلم عن فوادي التسجيل هنلاقي ونحصل فوادي التسجيل هنلاقي فوادي التسجيل بالنسبة للأفراد هيعود عليها فائدة من التسجيل فوادي التسجيل بالنسبة للأفراد العقار يعد أكبر وعاء الدخاري بالنسبة للمواطن طبع صروة العقاري صروة حطيتها في عقار سواء كان محل أو شائع أو بيت أو قطع طالب دي صروة طيب هذه الصروة ألا أنا الوقت أن يتم تأمينها وتؤمن طبع طريق الوحيد لنقل الملكية العقارية وتأمين العقارات وهو التسجيل يبقى هيرحم هذه العقارات من قصرة الدعاوة اللي ممكن يتم رفع على هذا العقار ويتم سلب العقار من تحت يده عقار وغير مسجل سهل جدا يتم السطو على هذا العقار واتخاذ أي إجراء حاجة مش معرف لها صاحب خلاص كده أو أنت ما معكش وراء يثبت ملكيتك أنت قاعد ممكن ما احترم لحضرتك بره وغيرك يخش يقع إنما أنا مكون في عقار مسجل يبقى أنا عندي تأمين الملكية العقارية في المقام الأول بالنسبة للسيطة المواطن طيب بالنسبة للمجتمع في استقرار وعدم تفشي النزاعات أنت ساعتك معاك ملكيتك مسجلة وأنا معاني ملكيتك مسجلة كل من نوعها كل أحد عرف طريق هيؤدي ذلك ليه تداول العقارات وتنشيط العقارات عقارات مسجلة سهلة جدا أنت بيع ونشرها من ساعتك يعني دلوقتي الأعادات ما بين البيع والمشتري بتستهرق شهور وستين عشان يتم الاتفاق ما بين البيع والمشتري على أساس إيه أنت بتجيب الوراء وبيتجيب محامي يبحث الوراء طب لو عقارات مسجلة أدي أفندم عضاري أدي أدي المسجل سلام عليكم عليكم السلام اتفقنا خلصنا يبقى دي أكبر حاجة بتأثر في المجتمع طب الدولة هتستفد إيه ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لهذه العقارات طبعا ومشكلة كماء ورفع تصنيف الدولة من حيث الصروة العقارية صح لما يبقى عندي استقرار في الصروة العقارية لما يبقى عندي معاملات سهلة بسيطة في نقل الملكة العقارية ومستوى الدولة بيتم تقييمه على أساس الملكية لأنه يحصل نموه في سعر العقار وبالتالي يترفع تصنيف الصروة العقارية تصنيف الدولة وبالتالي أدخل في مرحلة كانت تحدث عليها الرئيس قبل كده تصدير العقار المصري تصدير العقار المصري إن أنا بره الناس الأجانب دول مش هقول بقى أهلينا اللي بيشتغلوا بره الناس الأجانب دول كانوا زماني يقول لك أنا هروح أشتري في مصر وإيش عرفني العقار ده قصته إيه وأوله وإيه وإيه مش عاوز أقول لحضرتك على وقع ولكن دللي كان بيحصل بالفعل الكثير من الشركات جدت استثمار في الاستثمار العقار في مصر ووجدت أنه اصطدم بقانون قانون من سنة كام سنة ستة واربعين بيطالب بإيه أفنديم بتسلسل الملكي بيطالب بإيه أفنديم مدة الطلب سنة وسنتين طب أي مستثمر هيجلس عدتك وهو عارف إن هو عشان هيتم نقل ملكية الأرض اللي هو جاي يستثمر عليها سنة طب هو جاي يستثمر ولا جاي يعج جنب قانون الشهر العقاروي ويسجل إنما لما المستثمر يعلم علما يقين أن هناك قانون في مصر يتم من خلاله نقل الملكية العقارية في خلال 37 يوم هذا أكبر ضمان للاستثمار العقاري في مصر هذا أكبر ضمان للاستقرار الصروة العقارية في مصر طب على سبيل المثال مثلا في إنجلترا لو أنا عاوز أشتري بيت شقة كشك أقدر أعرف كويس هو اتبانى إمتى واتبع كم مرة وكل مرة كان السعر بتاع البيع قد إيه حدوتك حاجة عاملة زي اللي تكلم عليها دولة رئيس الحكومة دكتور مصرفة مدبولي رقم قومي للعقار أنا عارف سلسلته بالطريقة دي هيجي علينا يوم إن أنا أبقى عارف إنه البدة سلسلته كانت كذا ونموه السعري كان كذا ولما حصل مثلا فترة ركود لقدر الله في العالم فنزلت الأسعار بك ده زادت تنزيل سيحصل في أمريكا 2008 حاجة زيك ده هيجرى في يوم من الأيام عندنا هنا طب أنا أقول لحضرتك ما يحدث أكثر من ذلك شوف أنت سعتك بتتخيل اللي في إنجلتر لا يا فندم أنا في هذا القانون بنئ للملكية العقارية وبصاقة الملكية العقارية على خريطة الأساس الخاصة بجمهورية مصر العربية أنا عندي خريطة أساس في جمهورية مصر العربية معلّة عليها جميع العقارات والأراضي الفطاء للجمهورية حلو فيه ربط وهذا هو البرتوكول الموقع ما بين وزارة الدفاع وإدارة المساحة العسكرية ومثلا لأنها تملك خريطة الأساس وما بين وزارة العدل ممثلا في مصلحة الشهر الرقر والتوسيق وما بين لجنة حوكمة وصول الدولة وما بين وزارة التخطيط هذا البرتوكول ربط ما بين هذه الجهات على أساس أن أي تعامل يتم في الشهر العقاري عشان الملكية مجرد ما تسجل تعلّع على خريطة الأساس طيب هذه الخريطة الأساس يوجد بهذا الرفع حاجة اسمها استراج كود استراج كود هو الرقم التعريفي للعقار لكل عقار سوف يحصل على السراج كود وهو الرقم التعريفي للعقار وعدد 33 رقم هذا السراج كود هو الرقم التعريفي للعقار هذا النظام سوف يؤدي لإيه؟ التكامل والترابط ما بين كاف الجهات الدولة إزاي فندل أنا شهر عقاري نقلت الملكية السراج كود حط على خريطة الأساس الشقة بتحضر لك تسجلت باسم سعادتك على خريطة الأساس حلو تق وزارة الكهرباء تخش على خريطة تعرف الشقة دي باسم مين باسم مين الغاز اسم مين الإسكن يبقى كل قطاعات الدولة وكل أجهزة الدولة شايفة على خريطة الأساس الوحدة دي بتا مين ما فيش حاجة هتتم بعيدا أنا أعين الدولة انتهى زمن البعد عن الدولة صح الدولة دلوقتي أصبحت تتحكم وطرى كل شيء خريطة الأساس